بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع ورحب بكم جميعا على قناة STC مع هذه السلسلة الجديدة والمتميزة والتي نتناول فيها كيفية استخدام الرياضيات في التداول على لين شارت مع الحلقة العشرون بعنوان الدلة الكسرية الجبرية وكيفية التداول بها الجزء الثاني مطلوب من حضرتك فضلا وليس أمرا طلبين الصلاة والسلام على نبينا الزين سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين والاشتراك في القناة وضع لايك لو عجبك الفيديو نبدأ على بركة الله في شرح الصورة العامة للدلة زي ما هو قدام حضرتك كده ده القانون العام لهذه الدلة اللي بيستخدمه المحلل الفني التقني المحترف الخبير بأسواق المال والرياضيات لتوقع حركة الأسعار الآن وفي المستقبل بناء على داتة معينة معلومة معينة علاقة بين السعر والزمن مش مطلوب من حضرتك كمتداول تطبيقها على الشرط أهم حاجة بالنسبة لك كمتداول سواء أزواج عملات أو فوركس معرفة شكل منحنى هذه الدلة على الشرط زي ما هو واضح قدام حضرتك لما يكون المقام موجب هيكون شكل الدلة الذي أمامك شكل رقم واحد إنما لما يكون المقام سالب يظهر شكل المنحنى كما في الشرط رقم اثنين طيب شكل الدعوم والمقاومات في الحالتين بيكون ازاي زي ما هو قدامك كده على الشرط رقم ثلاثة هو ده شكل الدعوم والمقاومات في حالة الدلة السالبة على اليمين وفي حالة الدلة الموجبة على اليسار عندي مثال واحد في حالة الدلة السالبة بيكون حرف يوق باصس لأسفل عشان هي دلة كسرية ممكن يبقى شكل المنحنيات زي ما هو قدامك كده على حسب حركة السعر عندي منطقة مقاومة ودعم في المنتصف على حسب نوع المنحنة إذا كان فوق ولا تحت كمان ممكن أرسم ترينداتي في حالة الصعود والهبوط واخد صفقاتي زي ما شرحنا قبل كده في الحلقات السابقة نفس الطريقة ممكن أتداول في مثال اتنين بس لاحظ أن دي دلة موجبة حرف يوق واصس لفوق المنطقة الوسطى تمثل دعم أو مقاومة على حسب تواجد المنحنة للدلة وبناء على كده برسم التريندات واخد الصفقات زي ما شرحنا قبل كده كمان في المثال التالت والرابع نفس الطريقة إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من الدلة الكسرية الجبرية نلتقي في الحلقة الواحد والعشرون مع الجزء الثالث إلى أن نلتقي لكم خالص تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة